أعوذي بلان مهيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدى تحليل بي الوحدة التاسعة أسار مخلفات طريقة معاليتها The Impact of Ways and Ways Treatment ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة وفي هذه الوحدة أي هنا في هذا المقطع نتناول خلاصة المحاضرة أو خلاصة الوحدة التاسعة خلاصة الوحدة التاسعة نرى أن خلاصة الوحدة التاسعة لقد تم التعرف على الآتي آثار المخلفات المخلفات الغير معالجة تؤثر على صحة الإنسان وتؤثر على البيئة وهناك عددنا حوالي ستة آثار منها منها تلوث الهواء وزيادة حشرات وروائح كريهة ومخلفات كيمائية واستهلاك الأكسجين والعناصر السامة العناصر الكيمية السامة معالجة النفاة الصليبة تنقسم إلى طريقتين منها طريقة تغليدية وطريقة حديثة ووجدنا أن الطرق التغليدية حوالي خمسة منها وطرق الحديثة هناك خمسة وشرحنا من أراد التفصيل يرجع إلى أهداف هذه المحاضرة مراحل معالجة النفايات السائلة تنقسم إلى أربع أقسام ومنها المرحلة الأولى التي هي المرحلة التمهيدية المرحلة الثانية المرحلة الإبتدائية المرحلة الثالثة وتسمى بالمرحلة البيولوجية والمرحلة الأخيرة وهو مرحلة التعقيمة إضافة الكلور وبهذا نصل لنهاية هذه الوحدة ونواصل الشرح في المقاطع الأخرى لمحتويات هذا المنهج ترجمة نانسي قنقر